اشتركوا في القناة ولان كل الملام على اطالة اللي تجرى عليها ازمات سياسية افضت الى اغتيالات واللي تصب في نفس المصب هو دفع البلاد الى الهاوية ويقاف التجربة الديمقراطية مع تونس لان هذه الاطراف يجب ان نبحثوا عليها داخل البلاد وخارج البلاد فما داخل البلاد من يكره او يحب يتجاوز هذه الطوية صفحة الثورة وفما من الخارج مع ذا في الشرق والغرب من يريد ان يوني هذه التجربة الديمقراطية كتجربة رائدة وما زالت المحاولات مستمرة لحد الان ولهذا العملية متاع السيليانة وغير السيليانة وقضية الحرق المقرات واستهداف يجب ان نحطوها في هذا الاطار وهي ايقاف هذه التجربة اللي ما تعجبش الكثير مصالحهم في الداخل والرهانات وخاصة قضية المصالح المالية وقضايا اللوبيات الفساد وهي تفعل الان فعلة اكثر حتى من وقت الترايكة وكذلك الجهات تخشى هذه ما يسمى بالعدوى عدوى التحرر وعدوى الحرية وعدوى الثورة وعدوى حقوق الانسان وعدوى المواطنة وعدوى الدستور فليست قضية اذا قضيات الوالي في السيليانة ربما في اماكن اخرى اعتبرناها ضرورية وفي البحث عن حلول نتوافق عليها اما سيليانة فالقضية عندي واضحة استهداف الدولة استهداف الحكم بوسائل غير شرائع اذا رأوا فما اخطاء من الوالي او من الادارة من يجبش نكابروا ونمانعوا بانوا ينعوضهم فما اخطاء وقعت وعلى رئيس الحكومة وعلى وزير الداخلية والحكومة انت تحمل مسؤوليتها انا مش مش دافوا على اخطاء انما في سيليانة الامر واضح هجوم مبرمج برادة سياسية واضحة مع الاسف بدعم الممثل لاتحاد الشغل في سيليانة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في سيليانة اقتحام الولاية من الداخل ومن الخارج انا في اشياء تنفيذية اشياء اجرائية صح يعني الواحد لابد ان يصلح ولابد ان يعترف حتى بالاقطاع لكن فيما اشياء تخرج على اشياء جزئية السياسة العامة او القضايا الاستراتيجية في ذلك الوقت احنا كنا في مرحلة تقلية في مرحلة تأسيسية وهو سمى المجل التأسيسي وحكومة كما كانوا جاوزوا مؤقتة ضمن مؤقتة صح مؤقتة احنا احنا بترفين مؤقتة ولهذا كان مهمتنا ربما هذه المراجعة كان ان نقل البلاد من وضع الى وضع وحنا في مرحلة تأسيس التجربة تأسيس الدولة فالقضية اذا كانت عنا هو ان نعجل ان نعجل بهذه المرحلة الانتقالية التأسيسية البعض يقول كان عنا عقد او اتفاق ولو انه مش اتفاق دستوري ولكنه انه نبقي هنا في سنة صحيح انا اعتبر انه بين قوسين واقعنا في فخة تمديد والحبو نقعدوا احنا يحبونا نأبدوا غذكا ونقعدوا الظاهر انه يحبو خرجونا ولكن يحبوا باش يزيد يستنسفوا هذه التجربة وهذه الحكومة كان علينا ان نعجل وانا جزء اللوم على الحكومة وجزء اللوم الكبير على مجل تأسيسي تخل في مهاترات تخل في تأجيلات والمطالب بكتابة الدستور والمرور بسرعة الى الانتخابات هيئة الانتخابية الانتخابات واعطاء الفرصة لمن ينجح في هذه الانتخابات باش يمشي ويعمل بانه لذلك اذا كانت هناك مراجعة والنقد فالنحن لا نسمح لأنفسنا بالتمديد وبالإطالة ونحن جئنا لمرحلة انتقالية مؤقتة تأسيسية أما كان واضح لديه أن الطرف المقابل الذي يدعي الديمقراطية لا يؤمن بالديمقراطية قضية الاعفاء والتنصيب والواضح أنه رئيس الحكومة هو الذي يختار وزراء طبيعة الحال بتشاور مع الأحزاب المكونة للتنف ولا لا لا ترى كما يسمعنا ذلك قضية التسميات في السلم التسميات كل وزير يقدم مقترحات لرئيس الحكومة التي يناقشوا فيها ويطلب بعض ساعات التعديلات وبعد ذلك يوافقوا على هذه التعيينات وكذلك الآفاء هذه التقاليد كانت عنهم مش عارف ما زالت ولا فيما يخص المعلومات أنا باتباعة الحال في ذلك الوقت لم أواكب على عين المكان أو حتى بالاتصال وزير الداخلية والجهاز الأمني وقاعة العمليات هي للتواكب ولكن بعد ذلك وبالوضوح وبالتقارير وبالشهادات تأكد لي أن الوالي والولاية كمقر والوالي كرمز للسيادة كان مهدد تهديد جدي في حياته أنا ما كان متأكد عندي بعد ذلك أنه فعلا هل لي تكلمت عليه المناخ السياسي والتخطيط المتعمد ما إيش قضية عفوية لو كان جاءت قضية عفوية جر عليها أحداث لا لا هي قضية بالنسبة لي مخططة مش في السياسي نبارك أختيرت سياسي أنا إنما في كل البلاد وعدها وصريحة بعد ذلك إلى قلب الحكومة بالطرق غير شرعية كان هذه السياسة واضحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القبيل انتع دائما هيا ما وضح تحديد جديد ترجمة نانسي قنقر ما في القبيل اشتركوا في القبيل